بيقولوا الانسان او لما بيوصل سن التلاتين بيشوف الحياة من منظور مختلف ممكن ما بيشوفش اي حاجة اصلا وموضوع بيطلع كنافة زي ما انا حس اناس قاعدة يقولك هتخش التلاتينات هتحس ما حسيتش انا هو انا طيب فانا ازيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير يا رب بصحة وسلامة التلاتينات اا يعني انا بالنسبة لي هي مرحلة الواحد يقف ويعيد تقييم فيها حياته ويبص كده وشوف تعلم ايه وتطور في ايه فلما جيت ايبص على السنين اللي فاتت دي بصلا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بسنين كتيرة مليانة يعني الحمد لله انا نزلت من طفول انا من عندي سبع سنين بتمرمط في الشارع فنزولي الحياة العملية بشكل بدري الرياضة بشكل محترف اتحلمت بوليتكس من وانا صغير في الناس بتوع الشركات عارفين يعني ايه ونقاشاته وحواراته ومين بيقول ايه وصحه ومين ما يقعش ومين ما يشيلش دي ومين ما اتحلمت ده في الكورة ومشاوير ومواصلاته وجري ورقة وطباساته ووقع في الارض وتوهان ومشي بالساعات يعني مش بقول ده عشان ازايد على تجربة حد دايما اي حد هيتكلم يا جماعة هتبقى تجربته بالنسبة له كبيرة بس تجارب الناس ثانية اكيد فيه تجارب اكبر بس انا بحكي تجربتي انه اللغبطة دي والنزول في الحياة بشكل عملي وسريع وفيه انضباط وفيه اهداف وفيه ضغط وفيه من وانا صغير فرق معي كتير ان انا اتعرضت لتجارب كتير بعدها اشتغلت عملت منتجات يدوية كنت بكتب كصص للاطفال وبعد كده بدأت اكتب مش عارفة ايه نوفل الحمدلال ربنا كلامني ما كبرت عملت كتابلس مستراحة نفسية وعملت بعد كده اشتغلت في الجزء الخاص بالتطوير وبعد كده خصصت في الجزء بتاع الصحة النفسية وعندنا دلوقتي منتل هلث هب المنصة اللي بتقدم اه كورسات عن الصحة النفسية فالرحلة دي مش بقولها لك والله عشان استعرض ولكن بقولك انه يعني مريت بشوية حاجات وطبعا كالعادة المخنة دايما عشان بيحاولي فتك الحاجات اللي هو يعني ناجح فيها نسيت اقولك ان انا فتحت في النص مشروع مع صحابي واخسرت فيه فروسي كلها فالفكرة بس انه بحكي لك ده عشان اقولك ان التلاتين سنة اللي فاتوا مرفضين يعني انا كنت بتحرك فممكن اللي انا استفدته او بعض الحاجات اللي انا اشاركها في الفيديو ده تفرق معيك وده الهدف الله بصراحة ان انا عايز لو هوفر عليك بس واجع يوم من حاجة ان اتعلمتها التمام فهو اطفر عليك ان انت تشوف حاجة جديدة يمكن تفتح لك فكرة ربنا ازوك بيها انا مبسوط فخليني اوجه تسع نصايح من تسع دروس شخصية انا ده مش كلام الجماعة وحضرتهم من عنات ما دخلتش على جوجل قلت اهم الدروس الناس تتعلمها لأ انا قعدت مع ناسي يوم الصبح كده من غير الموبايل و بتاعة مسكة البتاعة دي وعادت اكتب ايه اهم الحاجات اللي انا اتعلمتها خلال الفترة اللي فتت طبعا لما عدت اكتب انا عديت اللي اربعين حاجة فانا النهاردة اخترت تسعة عمين عن الحياة بشكل عام بعد كده ان شاء الله هعمل فيديوهات تانية لو ده كان عجبكم او ناسيبكم قلولي هبتدي اعمل الباقي ان شاء الله خليني ابدأ بيهم بس خليني اعمل برضو حراجات اليوتيوب التسعة اهم واحدة بس هي اهم واحدة فعلا لانا دايما بحط التسعة او بحط اخر حاجة هي اهم حاجة بالنسبة لي اول واحدة واحاول اعد عليهم بدون تفصيل تكيتبير اوي بس هشرحهم برضو عشان الناس ما تبقاش وغدينهم من فوق الوش اول حاجة النجاح مهم بس الاهم انك تعرف يعني ايه نجاح بالنسبة لك الكلام البراق كتير والناس اللي عندهم مصطلحات حلوة والقوة والشطارة والتميز والمش عارف ايه المصطلحات دي اوعى تقع في فريسة ليه الفكرة دي لازم يبقى عندك وعي وثقافة وقراءة وتتأكد ان اللي بيكلمك عنده نفس الفهم لنفس المصطلح مش مختلفين فالنهار دا وانا قاعد مع حد بيقول النجاح انا النجاح بالنسبة لي انا انا يعني ربنا سبحانه وتعالى يزحزني عن النار وادخل الجان ماشي دا ليه خمسمائة الف سكة في الارض يعني النجاح اللي بيتكلموا عليه الوستن بقى هو ان انت يبقى عندك ملايين وان انت يبقى عندك موظفين وان انت تبقى على top بتاع التشين فمهم او انت لما تقعد تسمع اي حد او تتكلم مع حد تبقى فاهم ما بولكش متسمعش اسمع الناس كلها بس فلتر وانت فاهم هو يقصد ايه بالنجاح وانت النجاح بالنسبة لك ايه ممكن يكون نجاح بالنسبة لي غير نجاح بالنسبة لي بس انا بشاركك الاتنين عشان تعرف الفكرة بس شكلها عاملة ازاي النقطة التانية وهي خدت مني شوية وقت بس فرقت معايا جدا فاتمنى ان انت تلحقك بناء العلاقات لا يقل اهمية عن الشغل نفسه انا ده كنت من مدرسة الناس الشطرة اللي قافل على نفسه ما بيتكلمش حد انا بشتغل بس بعد كيه اكتشافت اني بضيع على ناسي فرص كتيرة قوي ان في حد عارف اكتر مني بينططني عشر خطوات وهو مبسوط وانا بقابل ناس انططهم عشر خطوات وهم مبسوطين ودائرة العطاء دي ده مسموش استغلالي يا جماعة الله سبحانه وتعالى اصلا خلقنا عشان احنا يعني نستسخر في بعض ان احنا اصلا نتسند على بعض ان احنا نشيل بعض ان احنا نتحرك مع بعض فبناء العلاقات مش معناها ان انت تكون منافق او ان انت تكون مصلحة لا بناء العلاقات اقصد بي انك تخرج للحياة اخرج برا الكهف التكنيك اللي ان انا شاطر في التخصص بس اخرج اتعرف عن الناس اطور من مهاراتك الاجتماعية اطور من شبكة علاقاتك مع الناس اخدم ناس اخرج اعمل نتوارك عشان الله سبحانه وتعالى ادي لك رزق ما تساعد بيه الناس يا عم سبحانه الله الدايرة دي بقى تدور انت تساعد ناس وربنا يبعط لك ناس يساعدوك بس المهم ان انت خرجت فين فالمساحة بتاعت شبكة العلاقات مش قافل على ناسك في كهف رقم تلاتة ما تجد رقم تلاتة وديك بتستفزني قوي عشان انا من الناس رقم تلاتة وديك بتستفزني قوي لان انا من الناس اصلا اللي كنت بعض ايه هارد وورك فموتي وسمي ايه الهنباقة رقم تلاتة ما لكش تعوى بالهنباقة عشان الناس اللي مش مصريين الهنباقة يعني الناس اللي ايه اللي هي بيوروا ان هما بيشتغلوا بس هما بيشتغلوش بيحوروا بس هما من جوه فضيين ما تشغلش بالك بالهنباقة ليه لان واحد سبحانه الله مش بتدوم ولو دامد مش بتدوم في الاخرة واحنا اتفقنا ان انت في الاول ايه التعريفات بتاعتك لازم تبقى واضحة فلو ما بتدومش في الاخرة انت يعني مفروض ما تكونش عايزة طيب بعيدا عن كل ده بقى ركس ناستك وما تبصش ليه لان الوقت اللي انت بتشغل ناستك بيه انك تعطي بص وتشوف هيا بقى فلانا هيسكت ولا مش هسكت ما ده مدعمين الهنباقة ده هيقع ولا مش هيقع انا عايز استناش ما لكش دعوة هتضيع وقتك لان حسابه هو مع ربنا ديه يسكته سكتك انت مع ربنا انك تركز ناسك وبونس بوينت بقى عشان ما تسرحش برضو كتير من الناس بيبقى بيشوفوا السمارت وورك او العمل بزكاء هنباق فخد بالك كويس قوي من انت تكون انسان مش بتشتغل بزكاء ومبهدل ناسك وعمال الناس الزكية للشطرة تقول عليهم اه ده اللي بيعملهم لا 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 فمهم ان بجرد برضو تبقى عارف الفرق ما بين الاسمارت وورك او الشغل بزكاء والشغل بهمبك اربعة ودي عن تجربة شخصية وممارسة وشغل ودراسة وكل شيء التحفيز مهمة قوي مهمة قوي ولكن مفهوم التحفيز السليم التحفيز الخارجي اللي انت بتشوفه اللي بتقال عليك سترانسك موتيفشن كلام حلو بيشجعك او الكارت الجزرة اللي هو ايه اعمل كذا عشان ناخد كذا اعمل كذا عشان ناخد كذا ده ماشي بيحرك ولكن بدون ما تبني منظومة قيم انا عندي قيم بتحرقني وافكار واهداف انت مؤمن بيها يقينا من داخلك عمرك ما هتقدر تبقى محفز بشكل مستمر الحافز الحقيقي بييجي لما بتصنع انت البيئة الداخلية جوه دماغك اللي بتخليك بتصحى كل يوم انت عارف مفهوم تعمل ايه وانت ماشي بقى وسط التحفيز ودي حتة بقى لها مقال تاني خالص انه الانسان بيبقى مضغوط احيانا ويجي له بقى بيرناوت فاحيانا الحافز لما بيديع مننا مش معناه ان احنا فقدنا طريق ممكن احيانا بيبقى معناه ان احنا محتاجين اعادة شح بس لو انت بشكل عام عمرك ما جات عليك المرحلة بتاعت ان انا بقالي فترة والله انا كونسستنت انا شغال مع نفسي وعمال مش محتاج حد يكلمني ولا حد يكلمني يقول لي ايه وانت تقدر وفي النص بتقعد طبيعي جدا وكلنا بنمر بدا خمسة وبالنسبة لي خمسة دي خطيرة جدا من فضلك ركز معايا فيها ريادة الاعمال والوظيفة وجهان لعملة واحدة وهي السعي والضرب في الارض اللي ربنا امرنا به وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ده ماشي في المناكب طيب يطلع لك بقى الناس بتوع اصل الوظيفة عبودية واصل ريادة الاعمال مش عارفة عاملة زي بص ده من دراسة والله احنا لما درسنا كرير لو كله يعني مثل بيقولك لو كله فتواته مال مين اللي هتضرب كل حد من الاتنين ربنا خلق لي حد مناسب طبعا انا حطت الفريلانس جمد ريادة الاعمال شوية لان هي فيها نفس الفكرة بتاعة اللا سباد طيب هل بالضرورة وده احنا درسناه ولو حد عايز يزدد فده عندي كورس اسم فن اختيار الكرير ممكن تبص عليه هل بالضرورة بالاحصائيات الرواد الاعمال اغنى من الموظفين الحقيقة ده مش صحيح انت بس بتشوف العشر عشرين المية المية وخمسين رائد اعمال اللي عندهم مليارات بس فيه كم حد عنده مشروع ويصنف كبزنس مان او عنده تجارته الخاصة ومرتبه اقل بكتير من موظف تاني في شركة او في مكان فالحقيقة ان طلب الرزق يعني انت لازم تقتنع ده طلب الرزق اصلا صعب وفي الظروف اللي بيمر بياه العالم دي كله مجهد انت محتاج تختار اللي يتناسب مع طبيعة شخصيتك لان فيه ناس ريادة الاعمال ترهقها نسان جدا وفيه ناس الوظيفة ترهقها نسان جدا فاختار الانسب ليك واشتغل على وعيك النفس المهني ما تعدش تجري ورا الناس دي ولو حد صلع من الناس اللي هو بيقولك ريادة الاعمال ومش عارف ايه وانا كنت موظف فقير ده حقير وفجأة اشتغلت في مش عارف ايه وبقيت مليونير ودي عربيتي المرسيدس ودي المش عارف ايه تعال اعلمك تبقى زيه بنسبة كبيرة ده بيبقى تسويق شبكي وتعديل ومش عارف ايه ولو يعني ولو الحقيقة الشخص ده رائد اعمال فعلا بيفهم في البزنس ده مش كلام حد يعني بص على الناس الكبار كلهم الفاهمين او يعني مش كلهم بصراحة بس يعني هو النصيحة دي لو عممت هو اول واحد بيزنس بتاعها يقع مش هو بيقولك انا بتاع بيزنس طب ما فيني عم هنروح نشتغل ونسيب الشغل بتاعك محادي الشرطة اشتغل عندك تخيل واحد واقف يقول هو يترقص عمل في موظفين بيقول للموظفين دول انتوا عبيد وانا بتاع والناس دي واقفين بيسمعوا فيديوهاته فاي حد بيقولك كلام زي ده هو كلام خالي من الحكمة وخالي من الصدق واخر حاجة طبعا بونس بوينت برضو لو اي حد قالك تعالى جيب اتنين ويبقى تحتيك اتنين واثنين واثنين اطلع يجري على طول عشان ده نصر ستة وهي نصيحة قصيرة جدا اللي استعجال هو عدوك الاول الحمس حاله ومفيش كلام بس الاستعجال هو عدوك الاول الاستعجال هو عدوك الاول انا عارف بفكرة لما تطلع في دماغك تبقى هتموت وعايز تنفذها وانا دي مشكلتي انا بقى عايز اعمل كل حاج بسرعة بس ما خسرنيش في حياتي قد الاستعجال احسن حاجة تبنيها حاجة اللي بتبنيها على مدى طويل باستمرارية وصبر باستمرارية وصبر ولو مش قادر تستمر وتصبر اعرف ان انت مسك العصار الغرط وانا ليه اللي بتجد سوريا يا جماعة بس عشان الله الحتة دي بتلمسنا شخصية ما تاخدش مني يعني عادي سبعة صاحب الملل صاحب الحاجات اللي بتدقيك ومش بتبسطك صالح معاها فكرة ان انت ما تبقاش عارف تعمل حاجات غير الحاجات اللي انت بتستمتع والحمس بيبقى مليك ومبسوط وانت بتعملها وشغوف فيها دي هتأخرك كتير وهتضيع عليك فرص كتيرة جدا اي ان كان الانسان انا احسب ان انا شخص الحمد لله ربنا وفقني ان انا اشتغل في الحاجة اللي انا بحبها جدا وبقم بها جدا ولكن كتير جدا ويمكن ممكن يعدي خمسين في المية من وقتي ببزل مجهود في اشياء انا ما بحبهاش وبعمل حاجات تقيلة على قلبي فالعضلة دي بتاعت ان انا بعمل اللي انا مسؤول منه مش اللي انا ليه ميولة عمله دي عضلة مهمة او انك تقويها وحاجة سريعة كده من اقوى مقويات هذه العضلة الصلاة الصلاة على وقتها انا بصلي كل يوم خمس فروط في اي وقت اي ان كان مفيش حاجة اسمها مزاج النهاردة ما صليش فالعضلة دي عايز تبنيها من اكتر من زاوية ابنيها في التسقاط وابنيها انك تلتزم بالصلاة على وقتها تمانية احلم احلام كبيرة ولكن خلي احلامك دي تشمل الحياة كلها والحياة كلها هنا نقصد بيها ايه الاخرة والدنيا الاتنين مع بعض وبقول الاخرة الاول لان هي الابقة وهي الاكثر من حقائق اللي الواحد شافها ان فيش حاجة اسمها ميركن دريم وفيش حاجة اسمها اي حد يقدر يبقى اي حاجة وحتى لو بنجيب كيس او اتنين او تلاتة ناس طلعوا من تحت الارض طلعوا فوق في كم مليون قدامهم تحت الارض يدوبك لو اكتهدوا عملوا اقصى ما عندهم يدوبك هي طلعوا على وش القدم فالاحلام يعني يجب ان يكون فيها شيء من الواقعية فيها شيء من الاتزان والرضا بالمكان اللي ربنا وضعني فيها فاحلم احلام كبيرة واكتهد واشتغل عليها بس من جواك مليان رضا ان لو ده مش لا يحصل في الدنيا انا مش مدايق ولما تيجي نبص على الاخرة هتلاقي انه والله ممكن يكون الاختبار في الدنيا بسيط قوي ان انا بس عدي كام سنة دول وان براعي اللي سبحانه وتعالى وبعمل حاجات اللي مطلوبة مني وخلاص اتخلص الدنيا وما وقعت الشمع عاصق تي دايما برجع على ربنا بتحامل معناش باحسان واتخل الجنة بقى كل اللي انت بتحلم به كل اللي انت بتحلم به الى ملا نهاية الى ملا نهاية انت متخيل فان احنا نضع الارض والدنيا هي الهدف الوحيد التنافسي اللي احنا شغالين عليه ونقارن احلامنا باحلام بعض فانا ييجي واحد تيجي يقولك تقوله انت طموحك ايه في الحياة يقولك انا والله عايز عايش حياة بسيطة كده وعادي انت معندكش طموحة انت معندكش مش عارف ايه عمرنا ما عملنا كده ما حد قالك لما سألنا السؤال ده قال لي ما بحلامش بالفردوس الاعلى ليه عشان الدنيا في عينينا اكبر فخلاص بقت هو ده اللي احنا غصبا عننا بيميل حتى ليه اجابات بتاعتنا ولكن الحقيقة لما من اثاني بقى شايف ده ان الحلم الاكبر هو الفردوس الاعلى كل احلام اللي في الدنيا يتهون عليه بعد كده مدام العمل اللي بيعمله بيوديه للحلم الكبير فاحلم بس خلي حلمك واعي وواسع وحكيم اخر حاجة خالص يعني يعني بقولكو ان هي اهم حاجة وهي اكتر حاجة ممكن تكون الواحد يعني الناس الله سبحانه وتعالى السبات عليها ان ايمانك ودينك هو الهوية الاساسية اللي هتبني عليها حياتك عشان ما تقعدش تايه ومشتت بعد كده يعني ايه الكلام ده يعني الحياة اللي ما ربنا بيفتحها على الانسان يعني العروض والمغريات والاوبشنز كتير دايما فيه حوارات دايما فيه حاجات هتكسب هنا بس هتخسر حاجة مع ربنا هتلاقي ناسك دايما مخنوق الصدول بيترقصوا اغنى منك الصدول بيعملوا حرام واشكلهم مبسوط اكتر منك ولو انه احنا عندنا نقاش طويل حوالين ده بس عندنا تاع خلاص الانسان لما بيضع دينه هويته ايمانه هو هو الكورنرستون احط لدي وهبني حواليه اي حاجة اي حاجة برا عن كده انا ما بفكرش فيها مش هتنشغل بقى مش هتنشغل باللي بيحور مش هتنشغل باللي بيرقصه مش هتنشغل باللي بيعمل حاجة غلطة مش هتنشغل انت هيبقى واضح قدامك وهتوفر عليك تفكير كتير في قرارات كتير انا كتير في الحياة ده عرضت علي فرص تجنن تجنن بس السؤال كم يتقى ايه يرضي لا لا يرضي لا خلاص لا ممنطقة بسط بروز وكنز وهنا 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 اول فلتر بييسر عليك اختيارات كتير قوي يرضي لا ولا يرضي لا حرام ولا حلال عدي من ده تلاقي ناسك الاختيارات بدأ اتهدى بدأ اه ممكن نحتار بقى ونعمل بروز وكنز ونشوف ونختار ونشوف المميزات العيوب بس الفلتر ده لو مش موجود هتشقى والله العظيم لان الحياة مليانة فرص حلوة هتضيحها بس لله وتستحق انك تضيع اي شيء في الدنيا الفانية دي لله عشان تنعم برضا وكرمه اللي بيغمس الانسان ويغرق الانسان في نعم وفي الدنيا وكمان في الاخر ويعني عشان ما طولش عليكم اعتقد اكبر مرة رفضت فيها حاجة كانت تخالف يعني قيمي الايمانية والدينية وضعوا علي فيها فرصة رزق كبيرة جدا بس وبحانه تعالى في وقت قسير جدا رزقني اضعفها من حيث لقى احتسل اتمنى ان يكون نعرف ان الفيديو طويل اتمنى ان هو يكون كان خفيف نافع عليكم من شاء الله عندي لسه حاجات تانية الناس يقولها بس معرفش والله احيان ببقى متحسس قوي على فكرة الاسقال على الناس يعني لو ايه عم نخش نام بقى وانت يعني دايما المحتوى دايما ببقى بشارك معلومة فمعلومة علمية فكرة بس فكرة ان بقول حاجات من تجاربش رخصية ممكن يكون هديلك يا عماركي على جنب مش عايزين نعرف منك حاجة اتمنى ان ده لو كان نافع او مفيد او حابين تسمعوا فيه اكتر في جوانب مختلفة من جوانب الحياة اا واشارككم رحلة التلاتين بتاعتي والدروس اللي تعلمتها التلاتين اتمنى ان انتوا تتكتبولي في التعليقات كمان ممكن تكتبولي اا اكتر حاجات علمت معاكم اكتر حاجات اا ممكن تكون انتوا شاركتوني فيها انتوا كمان عندكم دروس فيها او استفدتوها او فرقت معاكم او شايفينها مهمة ممكن برضو تعملوا منشان لصحابكو وتشاركوها للناس اللي بتحبوهم خصوصا لو سنهم شبابه تغير المهمة او ان هم يسمعوا الكلام ده يمكن يفرق معهم كتير وانا اقرى طبعا الكلام ده ينفع للناس كلها اا طالما انا ما عنديش المعلومات دي انا محتاجها ان شاء الله لو عندي مية سنة فجزاكم الله خير اشوفكم مع خير دايما ان شاء الله سلام عليكم